اهلا بكم معانا في لسن سيشير دوتكم درسنا المرة دي هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الديلجت الديلجت دي هي امكانية بتسمح لنا ان احنا ننفذ مجموعة من المسود مرة واحدة لكن في بعض الشروط اللي عشان نتم العملية دي في بعض الشروط لازم نخضع لها الأول الشروط دي بتتضمن ان احنا لما بيكون عندنا مجموعة من المسود تريدين نفذهم مرة واحدة المسود دي تكون كلها نفس داتا طيب اللي هي تعملت بي يعني كلهم مثلا فويد او كلهم دابل او كلهم سترنج كلهم بيعملوا العمليات تعتمل على داتا طيب دوت الحاجة التانية الشرط التاني ان احنا كل مجموعة من المسود دول كلهم بياخدوا براميترز متشابهة يعني ايه براميترز متشابهة يعني اولا عدد البراميترز لازم يكون واحد يعني كلهم بياخدوا نفس القادر من البراميترز بين الاقواص الحاجة التانية الداتا طيب بتاع البراميترز لازم يكون واحد يعني لو هو المسود دي بتاخد انت وفلوت لازم كلهم بياخدوا انت وفلوت يعني اتنين بس ولازم كلهم بياخدوهم بنفس الترتيب اللي هو انت و بعدين فلوت ما ينفعش ايه نبدل ما ينفعش نغير ولا نزود عليهم او ننقص منهم يعني انا وانس ان انا عملت المسود وعايزة اضيفها الديلجيت عشان الديلجيت دي تقوم بتنفيذ المسود مرة واحدة انا خلاص كده مش هقدر العب في الشكل بتاع المسود يعني انا ممكن اغير في الكونتنت بتاعها اللي هي بتعمله لكن ما ينفعش اغير لا في البراميترز ولا في الداتا طيب انا في البرنامج هنا عندي two methods اول واحد اسمها show message ودي بطلع message box string عادي انا ببقى بعتها للمسود الحاجة التانية المسود التانية اسمها show message was title دي بتطلع message box بالمسج انا بعتها برضو لكن عنوان message box ده بيبقى اسمه title الوقت يقل two methods دول متشابهين في ال data type بتاعهم void ومتشابهين في البراميترز بتاعتهم كل واحدة فيهم بتاخد one parameter و no string عندي واحدة اسمها show both messages دي فاضية بالنسبة لل delegate انا عشان ابتدي اعملها فهنكتب اول حاجة delegate كده وبعدين هنديها data type لل delegate نفسها هنديها data type واللي هو بيبقى نفس data type بتاع المسود اللي انا عايز اضيفها جوة delegate فبنقول هنا void وبعدين بنسمي اي مسمى my delegate مثلا وبعدين بفتح كوس و قدامي ان انا اقفله واسيبه فاضي في حالة ان ال delegate بتاعتي دي بتنفذ methods ما بتاخدش براميترز اصلا او ان انا ابتدي احط نفس البراميترز بتاع المثود جوه القصين بتوع ال delegate يعني في حالتنا هنا احنا هنحط one parameter وهيبقى no string فهنكتب string و str انا كده عملت declaration او creation لل delegate لكن انا لحد الوقتي لسه ما ضفتش جواه اي method ولسه ما نفستهش بنيجي نعمل method الثالثة بتبقى برضو نوع نفس النوع delegate وبعدين جوه المثود الثالثة دي بنعمل ايه؟ بنقول my delegate دي وبنديها instance يعني انا زي مثلا ما بعمل close وبعدين برجع تاني للمين form وبعمله منه object انا برضو بحتاج ان انا اعمل delegate وبعدين اعمل منها instance هي في الحالة دي مش هقدر اقول عليها object لانها مش object لانها هي my delegate اصلا ما هيش close لكن انا لازم اعمل منها instance او مثال فهنقول مثلا ما نسميها md وهنقول بي ساوي ونكتب new نفس الاسم ثاني my delegate وهنفتح كوسين بس احنا جوه الكوسين دول احنا بقى لازم نحط حاجة اللي هي ايه الحاجة دي اللي هي اول مثودة يتم تنفيذها في ال delegate يعني انا اول ببكرية ال delegate هي بتتكون على الاقل من مثود واحدة فما فوق يعني هي على الحد الادنى بيبقى جواها مثود واحدة فانا ساعت ما بعمل منها instance لازم اضيف جواها اللي هي المثود الاولانية اللي هي الحد الادنى من ال delegate المثود الاولانية في حالتنا اول واحدة هي show message مش بحط ايه كوسين بعد show message دي لان انا مش هدي البراميزة بتاعتها انا بس بحط اسمها عشان اقول له المثود الفلانية دي هي اللي هتحطها في ال delegate يعني انا مش باندة حالية عشان عايز انفزها فبحط بعدها كوسين لأ انا بحط اسمها فقط بس انت انتبهوا كويس قوي للنقطة دي الحاجة التانية بعديها هعمل ايه هقول md plus يساوي وهحط بعدها المثود رقم اتنين يبقى هعمل ايه show message with title وبرده مش هحط بعدها كوسين انا بكتب اسمها فقط طيب انا دلوقتي انتهيت من ان انا اضيف كل المثودز بتاعتي من ال delegate في حالتنا هنا هم كانوا اتنين بس فواحدة اضافت اسمها ما عملت ال instance من ال delegate والتانية اضافت بعدها ب plus يساوي اللي هعمله دلوقتي ان انا هحط البرامتر بقى او هبعت البرامتر ده في ال delegate ابعته ازاي هقول md وهفتح كوس وهبعت بقى ايه شايفين كاتب لي ايه string str يعني هو منتظر مني ان انا اخدت فيه ال string بتاع البرامتر اللي هو واحدة على كل المثودز فحالتنا هنا هنقول مثلا hello everyone خلاص قفلت القوس هعمل semi call انا كده عملت ال delegate دفس فيها المثودز بتاعتي واديتها القيمة بتاع البرامتر ده هارجع تاني لل فورم بتاعتنا انا عملت object من class my class وبالنسبة لل object دوت انا عايزة انفز المثود شو بوس ميسجز اللي هي جواها ال delegate و جواها ال two messages و جواها اللي انا عملت set للبرامتر بتاعي بتاع البوس ميسجز دلوقتي هعمرون شايفين تلايلي hello everyone وبعدين هدوس اوكي هيتلايني المثج بوكس التانية اللي فيها title و اسمها برضو hello everyone دلوقتي بالنسبة لل delegate هي مش class فتتعاملش مع عاملة class لكن هي فيها نوع من الشبه لما بعمل هنا ال instance الحاجة التانية ان انا اول ما بعمل instance z creation لازم بديله اول method فيه و ده اساسي عايزة اضيف بعد كده باضيف عن طريق plus equal وبالمناسبة يعني delegate لما بيضاف فيها method ما بقدرش اشيل منها بعدين يعني ايه ما بقدرش اشيل منها يعني انا ضفت method one بعدين method two بعدين method three الحاجة الوحيدة اللي قدر اشيلها هي method three ما يفعش بعدين اشيل method من وسط method تقدروا تعتبروا دول يعني زي صف من الكتب واقف على الارض ما بقدرش اسحب كتاب من النص و ايه لا كل الكتب هتوع انا مجرد بس ممكن اخد كتاب من فوق فقط فال diligence بستعامل بنفس المعاملة انا ما بقدرش اخد حاجة من النص ايه يعني انا مش عشان عملت plus يساوي اطرح بقى اقول minus يساوي لا هي اللي اتحط خلاص اتحط الشيء الوحيد اللي انا ممكن اعدله اخر method اشيلها فقط ايه خلين ملحوظة دي في دماغكو وال diligence بالامور المهم قوي خلاص اتحط على علم cash اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي عضوح